محضر خير فتحت باب بيتي أو بالأحرى بيت أبو اسماعيل الذي أستأجره لأفتح للطارق فوجدت شخصا في منتصف العمر يحمل في يده حقيبة جلدية سوداء ضخمة كان يلهث بسبب صعود الدرج فأنا أسكن في الملاحق والطوابق الأخيرة دائما رحبت به لكنه لم يكن يقوى على النطق طلب بإشارة من يده إلى فمه كأس ماء على الأرجح فدعوته للدخول ريثما أحضر له الماء من المطبخ المفتوح على الصالون دخل الرجل ولكنه ظل واقفا قرب الباب المفتوح أتيته بالماء فوجدته يتفرج بسعادة لا توصف على جدران بيتي المليئة بالصور وخاصة صور لعبي كرة القدم شرب الرجل الماء وتنهت ثم قال حضرتك تحب الفوتبول؟ أجبته النعم فأشار إلى نفسه قائلا محسوبك أبو حسان لاعب فوتبول سابق في نادي الشرطة يا أهل وسهل بأبو حسان قلت له وطلبت منه الجلوس جلس أبو حسان وتابع بأنه كان لاعبا في نادي الشرطة لكنه لم يكمل مشواره الرياضي بسبب الإصابة وأشار إلى ركبته هزست رأسي بأسف أوتوماتيكي وسألته إذا ما كان يريد شرب القهوة معي فوافق على الفكرة وضعت القهوة على النار فلاحق بي أبو حسان إلى المطبخ مكملا حديثه عن تاريخه في كرة القدم تحدثت عن بعض اللاعبين في فريق الشرطة دمشق تلك الأيام عندما كان لاعبا مما يفترض أنهم زملائه فسر كثيرا من معرفة الكروية وعدنا بالقهوة معا وهو ما زال يتحدث عن ذكرياته مع هؤلاء الذين ذكرتهم جلسنا وحدثته عن فريق المفضل نادي الحرية الحلبي ضحكنا من المفارقة كونه من نادي الشرطة الحرية والشرطة فقال لي بأن مباريات الشرطة ضد الحرية كانت من أجمل المباريات صححت بأن مباريات لوحدة ضد الحرية هي الأجمل في الحقيقة فوافق ولكننا اتفقنا على أن مباريات الشرطة ضد الحرية أيضا كانت قوية انتقلنا إلى الحديث عن الكرة العالمية وفريق برشلونة كون معظم الصور كانت لهذا الفريق ولاعبيه وبدأ أبو حسان يشرح خطة التكي تاك الشهيرة التي يلعب بها مدرب برشلونة جورديولا وبدأ بالتحليل العميق وهو يلخن ويشرب القهوة فوافقته على تحليله عندها سحب نفسا عميقا من سيجارته ونظر إلي بتأمل وكأنه لا يراني وقال أنا لازم كون مدرب مو محضر لم أفهم معنى كلمة محضر فشرح لي أن المحضر هو الشخص المختص من قبل المحكمة بإبلاغ المدعى عليهم بأن هناك دعوة ضدهم في المحكمة دعوة؟ محكمة؟ ارتجف الفنجان في يدي وفكرت لأول مرة بسبب مجيء هذا الرجل إلي فهم أبو حسان تساؤلاتي ففتح حقيبته الجلدية وأخرج منها ورقة من بين مئات الأوراق ونظر إليها ثم سألني حضرتك فلان فلاني؟ هزست رأسي بالإيجاب قال لي بأن هناك دعوة ضدك رفعتها مرتك مشان النفق قلت له عم بدفع أنا؟ قال عم تعطيك وصول؟ قلت له لا قال إليها كان هاي الدعوة ضدك بس طلع هيك فيني وأعاد الورقة إلى الحقيبة وقال لا يكن لك فكر استاذ اعتبر هالدعوة ما وصلتك ولا رح توصلك بحياتك تابع حديثه عن مورينيو لكنني قاطعته متسائلا فأجابني طالما أن الدعوة ما وصلتك فتنقع وتشرب ميتة يعني حكي فاضي استاذ وتابع حديثه الرياضي الحديث الذي انتهى بسبب اضطراره للذهاب كي ينجز باقي الإبلاغات وقف أمام الباب وكرر الدعوة تابعك استاذ راح تنام به الشمتى عشرين سنة لا يكن لك فكر بكرة بمرؤل عندكم نشرب قهوة سوا شو رأيك؟ وفقته طبعا وبالفعل كان أبو حسان على الموعد صباح اليوم التالي وعدنا إلى حديث الكرة وأسهب أبو حسان في شرح نظرية الكرة الشاملة التي قدمها المنتخب الهولندي في السبعينات وتحدث عن كرويف لاعبا ومدربا وكيف أنه كمدرب بداية التسعينات أسس لطريقة لعب فريق برشلونة الحالية ووافقته بل وضربت كف بكفه فنظر إلي بحسرة والدموع تتلألأ في عينيه دون أن تسقط أنا لازم كون مدرب مو محضر يا استاذ مو محضر قلت له بأن الأيام قادمة لكنه هز رأسه بأسف وقال هون ما بيمشي شيء إلا بالدعم الواسطة واستغليت الفرصة التي صمت فيها بسبب الحسرة على وضعه وسألته عن الدعوة التي تخصني فابتسم وقال طالما ورقتك بشنتاية أبو حسان فلا يكن لك فكر انساها استاذ انساها على مدى شهرين باتت زيارات أبو حسان صباحية مشهدا مألوفا في بيتنا وصار أصدقائي يعرفونه كما أن ثقافتهم الرياضية الكروية ازدادت بفضل تحليلاته إلى أن تركت بيتي في حي عينكرش وانتقلت إلى حي الشعلان فصرت أصادفه في الشوارع كثير نظرا لطبيعة عمله في إيصال الإبلاغات وبالطبع فإنه سألني أين أسكن الآن فعطيته عنوان بيتي الجديد كان بيتي في الشعلان عبارة عن ملحق أيضا لكن في الطابق الخامس ولم يكن هناك مصعد في البناء كما أن الدرج كان ذو تركيبة صعبة وغريبة فلا يصل أحد إلي إلا وقد أنهكه التعب تماما وهو ما حدث مع أب حسان الذي طرق الباب علي ذات صباح ففتحت لأجده مفترشا العتبة وهو يلهث ويسعل بآن معا فعجلته بكأس ماء شرب وهو يتابع اللهاث انتظرته لخمس دقائق حتى ارتاح قليلا ثم ساعدته على النهود ودخل شربنا القهوة كالعادة وتحدثنا في شؤون الفوتبول كالعادة وخلص في نهاية الحديث إلى أنه يجب أن يكون مدربا في إحدى النواد الأوروبية وانصرف إلى عمله ولم يعود إلى زيارته بعد ذلك أبدا كنتو عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي